أولاً أبي أحمد وحكومته مصرين على المضي قدماً في الحرب في إقليم التجري بيعلن أبي أحمد وأعضاء حكومته على أنه إقليم التجري والجابهة الشعبية لتحرير التجري عصابة ده خلاصته يعني أنا بختصر لكم الوضع النهاردة لأنه فيه أصوات بتقول مفاوضات نجيب أبي أحمد ونجيب حكومة المركزية ونجيب حكومة الإقليم ويعودوا مع بعض ويتم الاتفاق والتواصل لحال أبي أحمد الذي يحمل جائزة نوبل السلام رفض بشدة وبإصرار الجلوس على بائدة المفاوضات مع جابهة التجري وقال بأنها عصابة كيف تطلبون مني أن أجلس مع أعضاء عصابات أو زعماء عصابات لا مفاوضات مع هذه العصابة ولن تكون هناك مفاوضات وسنقضي على ترسانة السلاح ونقضي على الجابهة الشعبية وبعدها يعود الأمن ويعود الدستور ويعود القانون هو الحكم بين جميع الأقاليم في أثيوبيا بيقول أيضا لم نطلب وساطة أحد ما حدش يقول إن إحنا طلبنا وساطه وبيقول أرسلنا بعثة أو بعثات إلى الدول دول الإيجاد والدول المحيطة بنشرح لهم وجهة نظرة دي سبابة في الأمر بعت لجيبوتي ومندوبه مشار الأمن القومي اتقابل مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلا وبعت مندوب إلى أغندا ومندوب إلى كينيا لشرح ما تقوم به الحكومة الإثيوبية وأعلن أبي أحمد أنه أعطى مهلة ثلاثة أيام بتنتهي الثلاثاء لأعضاء الجيش في إقليم التجري أنهما يرجعوا وينخرطوا في الجيش الإثيوبي لكن انتهت المدة وبيقول بأن الرد سيكون مميت وقاتل لهؤلاء أبي أحمد أيضا بسرعة عمل اجتماع مع الكنيسة الأرثوديكسية الإثيوبية إلا أيدت ما يقوم به أبي أحمد تجاه قبائل التجري وهناك عمليات جوية وعمليات حربية حتى هذه اللحظة لكن لم يتسنى لنا الوصول على ما يدور على أرض المعركة بين التجري لكن ده دعم الكنيسة الكنيسة الإثيوبية دعمت أبي أحمد خلاص عشان بس نمع عارفين وهو بيشرح للناس أنه دول عصابات ولازم يتم القضاء عليهم خلال الفترة الحالية وبأخذ سرعة بيقول عندنا ضغط عندنا ضغط من العالم أن احنا نخلص العملية بسرعة فأنا وعدت الناس أن أخلص العملية بسرعة ده خلى جيزة نوبل يشعرون بالقلق الشديد لأنه واخد جيزة نوبل وبدأوا يدعوه إلى سرعة حل الأزمة سلمية توقف من فضلك لأنه أتوقع أتوقع أن أبي أحمد لن يحل الأزمة سلميا وأتوقع أن لا تنتهي الأزمة سريعا وأتوقع أن تقوم جائزة نوبل بسحب الجائزة من أبي أحمد لأنه ملح الجائزة نتيجة ما روج له بأنه رجل إصلاحي ورجل سلام واتفاقية السلام مع السياسي أفورقي مع أصمرة مع الريتريا كل ده اداله الكريدت أنه هو يبقى لكن ما يقوم به الجيش الإثيوبي من قصف الإقليم التجريي أنا أتصور أنه تطور رهيب جدا قد يؤدي إلى ما نسميه جرائم حرب في هذه المنطقة يعني أيضا قام أبي أحمد والحكومة بتجميد أرصد كل أبناء قليم التجريي في 34 مؤسسة مالية و34 مؤسسة مالية لناس أثرياء من التجريي داخل أديسة بابا يعني الموضوع داخل فيه طريق اللا عودة زي ما بنقول لكن فيه تحركات والتحركات أعتقد أنها محتاجة توضيع دوني خريطة أبرايب لا تسمع دي المؤسسات اللي تم مصادرتها هو قدامنا يعني أسماء المؤسسات ده من إثيوبيا توداي جايبين الأسماء وجايبين الناس اللي تم مصادرة أموالهم يعني